اهلا بكم في فقرة ضيف اليوم نستضيف هذا المساء الأستاذ عبدالعزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونناقش معه البعد الاقتصادي والاجتماعي للحملات الانتخابية فعلى بعد أسبوع من انتخابة السابع من أكتوبر تتواصل الحملة الانتخابية التي تقودها الأحزاب السياسية المشاركة مع اختلاف التوجهات والألوان السياسية سنتوقف بالتحليل عند البرامج الانتخابية مساء الخير أستاذ عبدالعزيز الرماني إذن لو تقدم لنا بداية رأيي عن هذه البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب خلال هذه الحملة هو لكل حزبين برنامج وكل حزبين فخور ببرنامجي وهذا شيء طبيعي لكن من ناحية المقارنة إذا أردنا أن نعمل دراسة مقارنة ما بين هذه البرامج تكفينا كلمة واحدة أن نقولها وهي كافية صراحة أن الأمر لا يتعلق ببرامج ولكن يتعلق ببرنامج انتخابي تشابه الكبير بين البرامج الضعف في الصيغة المنهجية للبرامج في منهجية صياغة هذه البرامج عدم وضوح هذه المعطيات والاكتفاء بالأمان والوعود عوض دراسة الواقع ومنهجية معالجة الواقع يعني مشاكله واختلالاته وهششته ما هي المنهجية التي سنعتمدها هل تعتقدين الأستاذة صفية أن طبيبا تذهب عنده ويقول لك سأعالجك من هذا المرض ومن هذا المرض ومن هذا المرض ومن هذا المرض هكذا بالكلام طبعا لا بد من تحليلات لا بد من أشعها لا بد من كذا ويضبط المرض وبعد ذلك ما هو العلاج ومن أين أتى العلاج وأكيد أن العلاج له ما هذه المنهجية تؤكد لنا أن أحزابنا وللأسف تفتقد إلى أطر كفأة في هذا المجال بل هناك أحزاب التجأت إلى بعض الأطر من خارجها لكن الأمور لم تستجب إلى ما كنا نتوقعه ومانا أنا كنت أفضل برامج بسيطة يعني شخصيا أنا أتحدث عن نفسي برامج بسيطة لكنها واضحة هناك أحزاب لها خبرة اعتمدت شيئا ما في بعض المقاربات اعتمدت هذا الأسلوب وفضلت أن لا تتحدث بلغة دقيقة في الأرقام لأن الأرقام التوقعية بنيت أصلا على معطيات خاطئة وبالتالي هذه التوقعات ستكون خاطئة إذن تبدو لكم هذه البرامج متشابهة وغير واقعية في مجملها هل حملت مستجدات مقارنة مع البرامج السابقة خلال الحملات الانتخابية السابقة الجميل في سؤالك أستاذ صافية أننا كنا نتحدث عن مقارنة بين الأحزاب بين برامج الأحزاب لأننا نتحدث عن مقارنة بين برامج الماضي والحاضر أنا قلت أن برامج الأحزاب كلها برنامج واحد رغم اختلاف الإيديولوجيات والتوشورات بكل اختلافات أنا حتى أعتقد أحيانا أنه باستثناء بعض الأحزاب التي قدمت بعض بعطيات في بعض المعطيات في بعض المقاربات في بعض التفاصيل لا يبدو أن هناك شيء جديد مستجد نظرا تغيرت الأرقام عن الماضي لا يمكن أن أتحدث عن معدن نمو الماضي بمعدن نمو الآن معدن البطالة في الماضي بمعدن البطالة الآن لكن في المعطيات المرتبطة بالمناخ أو غير ذلك لم تتفوق الأحزاب في نظرا بل كانت أحيانا خجولة مثلا فيما يخص الفلاحة أعتقد أن كل أحزاب كانت خجولة من ماذا؟ من المخطط الأخضر فيما يتعلق بعض المعطيات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية كانت البرامج خجولة مما خجلت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إذن هذا التراجع وهذا التخوف لم يعطي للبرامج قوتها وبالتالي وأنت تعرفين هذا لم ينتبه المواطن للبرامج السياسية لم يهتم بها لم يطلع عليها وهذه البرامج بالتأكيد أنها ستبني على ما حققته هذه الأحزاب في الصابق وصل إذا كانت الحصيلة لا ترقى إلى المواطن تماما لماذا؟ لأن هناك إحباط لدى المواطن في الخارج وفي الماضي العميق الماضي البعيد كنت ترى المناضل كيفما كان تفهم أنه مناضل ينتمي لهذا الحزب لأنه يحمل في يده يحمل برنامج حزبه وهو ذاهب إلى مقهى أو ذاهب إلى منزل عائد إلى منزل وغير ذلك الآن لا وجود لهذه الأحزاب إلا بعد ما نقلته الصحافة أو بعد ما تدولته بعد المنابر الإلكترونية أو بعد ما ورد على رسال زعماء الأحزاب أثناء الندوات الصحافية طيب لنلتقل إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في هذه البرامج الأكيد أن هناك الكثير من الملفات كالتشغيل والتعليم كيف تناولت الأحزاب هذه الهمومة الاجتماعية والاقتصادية؟ في أي حزب لما يأتي ولما يواجه المواطن سيواجه بهمومه ويقول له أنا قادر على علاجها هذا شيء طبيعي بهذه اللفظة لخزت برامج الأحزاب وهم من المواطن المغربي إما بجيبه وإما في صحته وإما في معرفته ومعرفة أبنائه أي من درسته ومدرسة الأبناء وإما في سكنه الكرامة هي السكن إذن جيبه وهذا مرتبط من طبيع الحل بالسكن وفي الأكل وفي الشرب وغير ذلك صحته وهذا قد لا يمكنني إذن كل برامج توجهت أولا إلى البطالة برامج الحزبية توجهت إلى بطالة الشباب منهم من استحضر قدرة غريبة جدا في معالجة البطالة ومنهم من ارتبط بشيء من الخجل كما قلت في التعامل مع هذا المعطى البطالة الآن هناك ارتفاع ديمغرافي 2017-2017 يعني في المغرب أوش القوة الديمغرافية ومن طبيعك هل لما هناك ارتفاع ديمغرافي ارتفاع معدلات البطالة ولا يمكن أن تتحدث لي عن مجتمع معدل نموه واحد في المئة وأن تقول لي أنني أمتلك عصى موسى وأمتلك تلك العصى السحرية التي ستعالج البطالة غدا قد تنزل البطالة برقم بدرجة قد ترتفع بدرجة لكن علاجها بالمقايسات بالمعطيات التي مثلا حزب يقول أنا سأتمكن من تحكم في بطالة الشباب البالغ من عام 15 إلى 24 وأحد منها في معدل ما يقرب من 20% يعني انزلها من 40% إلى 20% أعتقد أن هذا خيالي أعتقد أنه خيالي برامش غير واقعية أعتقد أن الذين يحلمون أستاذ صافية بمعدل نموه فوق 5% من هنا حتى 2020 يعني يسبحون في بحر من الأحلام الواسعة فوق 5% ويديك المنطقي هو أن تظل معدل النمو نحن الآن في 1% فإذا كانت السنة المقبلة سنة جيدة وسنة خير وسنة أمطار وسنة رخاء وسنة كذا وإذا لم يعرف تعرف البترول ارتفاعا وهذا متوقع إذن هي بنظركم تبقى مجرد وعود غير قابلة للتطبيق طبعا أنك الآن أنت لا تستحضر هل كانت هذه الحزاب تعلم مدى وقع في الجزائر أمس واجتماع الأوبيك وعملهم على الحد من الإنتاج فيما يخص البترول وبالتالي عودت البترول بدءا من الشهور القادمة أو السنة القادمة مع الخصوص 2017 نحو الارتفاع كيف سيتعاملون مع معطيات الواقع كيف ستتعاملون مع معطيات الفلحة إذا كانت السنة والله أعلم ولا نريدها طبعا نريد الخير لها دي البلاد ونتمنى أمطار الخير أن تعمى البلاد من شمالي إلى جنوبه إن شاء الله بالمعطى قد نفع كما كان قوله بالدريجة أتمنى أيضا أن تكون المعطيات والمقاربات اجتهادات بعض الأحزاب أن تكون صائبة إذا تمكنت هذه الأحزاب من ولوج المناصب الحكومية وأن تتعامل مع هذا الأقام طبقا للواقع فالأحزاب التي أشبعتنا حلما ووعودا في انتخابات 2007 وفي انتخابات 2011 وفي انتخابات ما قبل هذه الفترة لم تستطع وهي قد جلست على الكرسي أن تحقق معدل نمو هذه الأحلام كما وصفت هل تستجيب لانتظارات الناخب الناقب؟ هي تتعامل مع مشاكل المواطن هي تتعامل مع الشاكل المواقع الذي يتلخص كما قلت في البطالة في السكن في الصحة في المدرسة وفي الضرائب من طبع الحال بالنسبة للمقاولات المتوسطة والبسطة وبالنسبة للمواطن أيضا وبالنسبة للسكن هناك مشاكل كبيرة في الوعاء العقاري يعني لم تقدم هذه الأحزاب طرق تعاملها مع هذا العقاري بالنسبة للصحة لم تكن هذه المقاربة يعني اتجهوا نحو التغطية الصحية أي استمرار الإصلاح الحالي استمرار تخفيض من متابعة مصار تخفيض من الأدوية لكن علة المواطن ومشاكله توجد في قلب المستشفى أولا قبل أن أحدث له وأجهز له هذا المستشفى أو أنشئ له مستشفى في قلب البعض المواريد البشرية في قلب التعاملات والمعاملات الإنسانية إذن نحن في أزمات مرتبعة نحن عندنا أزمات أخرى لم تستطيع أي حزب دخل للحكومة أن يواجهها وهي مثلا إصلاح القداء وهي مثلا محاربة الرشوة وهي مثلا إصلاح الإدارة وهذه الأشياء سأقولها كما أتحدث الآن عبر التلفزيون لكل مشاهد وأقول إذا كنت أعرض برنامج سأعمل وسأعمل وسأعمل لكن ما هي منهجيتك وما هي مقاربتك وكيف ستستطيع الوصول إلى هذا الحد أن تقول ساحة حد من البطالة هذا شهر جدا ولكن كيف ستتمكن من الوصول إلى الحد مع ارتفاع الديمغرافية معدن مع كلة الحركية الاستثمارية التي تعلمين أنها غير نشيطة جدا مع كيفية الشغل اللائق للمواطن كيف ستتمكن من إيجاد الشغل اللائق للمواطن أين هي المؤسسات التي ستستوعب قدمها لنا بالأرقام كيف ستتمكن أنت من إقناعها كيف ستتمكن من الرفع من الأجر وهذا يتم عبر التوافق مع النقابات ومع ممتلي نعم طيب إذا استردنا أن هناك برامج في المستوى ومبنية على معطيات هل المواطن يهتم أصلا بهذه البرامج أم أنه يهتم فقط كالعادة بالأشخاص والأحزاب كنت أتمنى أن تعقد هذه الأحزاب اتفاقيات شراكة مع تلان مع مقاولات المغرب مع النقابات مع كذا قبل أن تدخل يعني شراكات تقريبية يعني إذا ما دخلت للحكومة إذا ما نجحت للحكومة هل يمكنني أن أتواصل معك في هذا الجانب وهنا أقول أن على الأقل هذا الحزب كنت أتمنى أن تعرض كفاءات يعني أطورها وتقنيها الكبار في هذا المجال كأن تقول هذا عمله في البنك الدولي وهذا عمله في صندوق الدولي وهذا له خبرة في هذا المجال وهنا أكون أكثر اطمئنان أما أن تعرض عليه جرعة يعني كما يعرض البائع في السوق برامج كلها أحلى مؤمن تدخل في الدعاية السياسية طبيعي جدا إذن بالنسبة للسؤال على ما أعتقد هل يتعامل المواطن مع البرامج الحزبية المواطن المغربي ونحن نعرف هذا لأن هذا مجتمعنا يتعامل أولا مع الأشخاص والأحزاب تبحث عن هذه الأشخاص وهناك أحزاب تبحث عن أشخاص الذين لهم قدرة مالية وهناك أحزاب تبحث عن أشخاص الذين لهم كفاءة وهناك أحزاب تتعامل مع مناضليها يعني بدون البحث عن خارج إطار الحزب ولكل حزب وسيلته وبغيته وأهدافه وأرضيته وما ينشده للوصول إلى ما ينشده أو يهدف إليه وهو الوصول إلى حكم إذن المواطن لا يتعامل طبعا مع البرامج الحزبية وهذا شيء مؤكد جدا سواء كان هذا المواطن متوقفا أو غير متوقف أنا أتحدث عن العموم لا أتحدث عن نسبة ضقيل ولا يتعامل من طبع الحلم أحيانا يتعامل مع الحزب التي له وجود والتي له قوة ولكن طلاقا من تعاطفه معها ولكن التعامل يتوجه خاصة بالنسبة للأشخاص لأن الأحزاب تتعامل مع الأشخاص فمن طبيعي أن يكون المصويت يتعامل مع الأشخاص لنختم بعجالة في موضوع آخر البرامج تنسخ في أوراق هذه الأوراق يعني ترمى في الشارع بشكل غير مضبوط مع أن القانون واضح ويمنع ذلك هل تراعي هذه الحملات الجانبة البيئية ويعني هل هناك من بداء لهذا الأمر هناك حزب تطلقت في برامجها إلى مفهوم البيئة لكنها لم تتعامل معها في الشارع يعني وجدت أنا بالأمس الأوراق ملقية يعني تكسو الشارع والأمر يعني يبدو بوضوح في ليلة الانتخاب فوق أنه تلويت للبيئة فهو من طبع الحال مس بالأشجار ومس بالبيئة الحقيقية والأكسجين وغير ذلك وهذا شيء يعني كان من المستحب أن يكون هناك تخفيض بالمقارنة مع الحملات السنوات الماضية يعني لم نجد على بالخصوص بالنسبة للمنصقات الكبيرة ولا بالنسبة للمنصقات التي تغطي الشوارع والأمر طبعا لأن القانون حدد هذا تبقى مسألة سلوكة إذن تبقى سلوكات فردية أو حيانا حزبية ولكن كنت أتمنى أن يتم التوجه بالخصوص إلى الوسائل التكنولوجية التي تطورت خاصة من طبع الحال الأنترنت وغير ذلك هل لم تعتمد الحملة على وصاقت الإنترنت؟ ولكن هناك الوسائل الأكثر قوة هي من باب إلى الباب من طبع الحال يعني تواصل قرب أو تواصل مباشر هناك أيضا تعامل عبر الوسائل التقليدية كمكبر الصوت وغير ذلك هناك الخطب وغير ذلك وهذه الوسائل أكثر نجعة من طبع الحال من المنصقات ولذلك كان من الأحسن ومن الأوراق ومن ما ينشره كان من الأحسن لاعتماد عليها خاصة أننا مقبلون على بعد شهر فقط من احتضان كوبفند وهمومنا كلها تتوجه نحو أن يكون المغرب متميزا وأن يكون له إشعاع وأن يكون له قوة تنظيمية ولكن طلاقا من مبدأه ومن ممارسته ولعل الميدان هو هذه الانتخابات من طبعه شكرا لك الأستاذ عبدالعزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن شكرا على كل هذه التوضيحات شكرا لكم إلى اللقاء